المسائية من الميادين وفي عنوين ملفها الوحيد في رسالة تحدي لترامب قائد حرس الثورة يوجه القوات البحرية باستهداف القوات الأمريكية التي تهدد السفنة الإيرانية سلامي يطلق تحذيراته من جزر طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى المطلع على الوجود الأمريكي في الخليج فعلى ما تعويل طهران في مسارها التصاعد بالمواجهة إطلاق القمر الصناعي تقابله تل أبيب بالتحريض وواشنطن بمعاييرها المزدوجة عبر رفض إجراء سيادين لدولة وتأييد ضم إسرائيل لأراضي الضفة مساء الخير بلغة التحدي تمضي إيران في مواجهتها للمشاريع الأمريكية فلم تكن تمضي ساعات على إعلان الرئيس الأمريكي عن إعطائه تعليمات إلى قواته في مياه الخليج للرد على أي تحرش من البحرية الإيرانية حتى جاء الرد سريعا من قائد حرس الثورة الإيراني حسين سلامي فهو قابل خطوة ترامب بتوجيه القوات البحرية لاستهداف كل قطعة بحرية أمريكية تشكل تهديدا للسفن الإيرانية إنذارات سلامي صدرت من جزر تمب الكبرى والصغرى وأبو موسى وفي ذلك دلالات كثيرة لما لذاك المكان من رمزية كونه أقرب نقطة تماس مع الوجود الأمريكي على ضفاف مياه الخليج الدافئة والشاهدة على رسائل ميدانية ساخنة وجهة حرس الثورة البحرية الأمريكية في أكثر من محطة فعلى ما تعول إيران في هذا المسار المتصاعد من مواجهة أمريكا فيما معظم الدول تتراوح مواقفها بين الانصياع والمجارات وتجنب الصدام عند حدوث مواقف مشابهة وعلى خط آخر تستمر إيران في مسارة إنجازاتها على الصعيد العلمية أو على الصعود العلمية وآخرها إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء بنجاح هو ما أثار حفظة تل أبيب وواشنطن التي أبدت اعتراضها على الخطوة ورأت فيها تهديدا لتظهر بذلك مجددا معاييرها المزدوجة بين رفض إجراء سيادي لدولة وتأييد إجراءات قرصنة لأخرى كدعمها قرار إسرائيل بضم أراضي في الضفة الغربية أهلا بكم في المسائح البداية نرحب بضيفين هنا في الستوديو بمنسقة شبكة أمان البحوث والدراسات الاستراتيجية أستاذ أنيس النقاش مساء الخير أستاذ أنيس وأيضا الترحيب موصولة بالدكتور نبيل خوري الدبلوماسي السابق معنا من واشنطن أهلا بك دكتور نبيل ولكن قبل أن نبدأ النقاش والحوار سنذهب إلى هذا التقرير الذي سيعمق الكثير من النقاط حيث ردت إيران على تهديد البلايات المتحدة بشدة وقال قائد حرس الثورة لواء حسين سلامي أن بلاده سترد بحزم على أي إجراء تقوم به البلايات المتحدة فما هي دلالات هذه التصريحات التي أطلقها من جزيرة أبو موسى تقرير من حمرية قبل أيام وقع هذا الحادث في المياه الخليجية اقتربت سفينة حربية أمريكية من سفينة إيرانية معطردة طريقها بحسب الرواية الإيرانية الموفقة بالصور ما استدعى وصول زوارق لحرس الثورة أما الرواية الأمريكية فتتهم الزوارق باعتراض مسار السفينة الأمريكية ما دفع بدونالد ترامب إلى التهديد والوعيد بغض النظر عن الروايتين فقد بات واضحا أن المياه الخليجية أصبحت كبرميل بارود أكثر من أي وقت مضى بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني حيث بلغ العداء بين البلدين ذروتها قابلت إيران التهديد الأمريكية بتهديد شديد لهجة من قائد الحرس اللواء حسين سلامي الذي رد على التهديد الأمريكي من جزيرة أبو موسى الاستراتيجية في قلب مضيق هرمز في تصريح يذكر القوات الأمريكية بإشراف إيران العسكري في المياه الخليجية ويحذرها من عواقب وخيمة هذا في الشكل أما في المضمون فيؤكد معادلة العين بالعين التي انتهجتها إيران منذ عام ونصف اختبرت خلالها القدرات العسكرية الأمريكية عمليا بعد إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق مياه الخليج وبعد استهداف قاعدة عين الأسد بدقة إن كفأت حينها أمريكا عن الرد مرغمة تفاديا لنتائج لا تحمد عقباها كما يقول خبراء تستمر طهران بتحدي الولايات المتحدة عسكريا وسياسيا وتتحدى عقوباتها بالكشف باستمرار عن إنجازات تشير إلى فشل هذه العقوبات في إضعاف النظام آخرها إطلاق قمر صناعي مخصص للأغراض العسكرية بنجاح وتستمر الولايات المتحدة باللعب على حافة الهاوية ويستمر التوتر بالتصاعد حتى باتت المياه الخليجية لا تتسع للغريمين معا كما يرى مراقبون ملحمرية طهران الميادين نجدد الترحيبك دكتور نبيل وكذلك أستاذ أنيس سأبدأ معك الحوار ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرج بالصفن الأمريكية الرد الإيراني السريع كان على لسان وزير الدفاع من أقرب نقطة للتواجد الأمريكي بالخليج وكذلك على لسان سلامي قائد حرس الثورة أكد جهزية الرد ولكن هذه اللهجة التحذيرية عالية النبرة ما مفادها وما تدعيتها هل يقول الإيراني أنني لن أقف مكتوف الأيدي تجاه أي استفزاز أمريكي وزمن اضرب وهرب قد ول بالطبيعة لأمور صورة الزوارق الإيرانية التي كانت تبعد أمتار عن البواخر الحربية الأمريكية كانت صعبة على الرئيس الأمريكي بهذا التحدي الكبير فكان من الطبيعة أنه يعني يرفع اللهجة ويقول أنه نحن سنرد لو تحرجته بنا أو اعتديته علينا بأي معنى هذا ليس معناه على أنه يسعى إلى اشتباك السبب أن هذا منذ أكثر من 18 عام تقريبا أجرت القوات الأمريكية تدريب نظري على معركة بحرية بالوقت الذي لم يكن لدى إيران كل ما لديها اليوم الذي يمكن أن أتحدث عنه من قدرات بحرية وصواريخ دقيقة ولا غريب فقط على مئتين زوارق سريع من الذي شاهدناهم وهم يحيطون بالزوارق الأمريكية وقالوا إذا دخلنا معركة مع هذه الزوارق لأنه عددها كبير بشكل كبير 200 زوارق وأنا معلوماتي أن لديهم أكثر من ذلك ولديهم زوارق مسيرة عن بعض ولديهم شبه غواصات مسيرة أيضا عن بعض وبالتالي القدرات الإيرانية تطورت وقتها كانت النتيجة في كل تدريب يقومون بها على أن الأسطول الأمريكي يمكن أن يدمر في الخليج ولا يستطيعون أن يواجه لأن طبيعة الخليج منطقة ليست واسعة جدا ليست ضحلة جدا وقدرة المناورة للقوات الإيرانية أعلى بكثير ويمكن أن لا ترصدها الردارات حتما فيه أشياء ولكن الآن الرسالة من أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هو لأنهم جزر هم يجلسون في وسط الخليج يعني تصوري وكأنه عندك حامل الطائرات وميناء عسكري في وسط مياه الخليج تتحركين فيه على كافة الاتجاهات باستحكام لا يمكن أن يغرق يعني القواعد الموجودة في هذه الجزر هذه منها باخرة ممكن إغراقها جزر ولديها تحصيناتها ولديها إمكانتها وتحتوي على الكثير كثير من الأسلحة البحرية الإيرانية وبالتالي قادرة على أن تقوم بمناورة كبيرة من أسبوع كان آخر تجربة صاروخ آلن عنه سطح سطح للبحر مدى 700 كيلومتر في إيران وهذا الدليل على أنه بهذا الصاروخ بدون أي مناورة تحرك ممكن أن يغطوا شعاع منطقة الخليج بأكملها ولكن بزوارك أخرى ومناورات أخرى بفاتح اللي مدى 250 كيلومتر وهو ضقيق جدا يعني هذا لا يخطق تقريبا مدى الخطأ عنده 4-5 أمتار وأنا شاهدت مناورات جاء في وسط الباخرة التي يعني من ما أقوله شقة أفتاني إصابة الهدف بشكل دقيق على مدى 200 كيلومتر أصابة بشكل دقيق وقدرة تفجيرية تعيته عالي فهن الأمريكان بيعرفوا القدرات اليوم ما عادت يعني مثل السابق السابق وبالتالي تهديد بالكلام ممكن هذا للرأي العام الأمريكي ولكن الرسالة لم تتأخر من إيران على أنه نحن لن نسمح بأي تطاول علينا ولديكم الأوامر منها الآن بالرد على أي تطاول أمريكي إن كان باختراق المياه الإقليمية الإيرانية أو بالاعتداء على أي مواقع إيراني ما حدود هذا الرد الإيراني؟ لن يكون محدود الإيرانيين بعد اختيال الشهيد قاسم سلاماني لم يعد هناك سر كان عندهم ثلاث مراحل للرد الرد الأول هو عين الأسد نقصف لو كان هناك رد أمريكي باعتداء محدود سنضرب القواعد الأمريكية التي طلعت منها الطائرات أما إذا استمر الرد فيكون الفيز الثالث يضرب كافة المواقع الأمريكية بالصواريخ بما فيها الكائن الصهيوني وبالتالي الذهاب إلى حرب وهذا كان كانت الاستعدادات كلها جاهزة والأوامر معطاة أنه بناء لتطور المعركة لأنه ما بتحمل أن تنتظر ساعات للمشورة أو لاجتماعات فكان عندهم الأوامر بالرد على هذا ولديهم الإمكانيات لأن الشعاع صواريخهم الألفين كيلومتر بغطي كافة القواعد في غرب آسيا إن كانت في دول الخليج أو في أفغانستان أو مناطق أخرى وبحر بحر وأرض أرض وحتى للجو شهدنا إسقاطهم للطائرة المسيرة المرتفعة التكنولوجيا هذه طائرة مش عادية مهمتها أصلا تشوش على الردارات مهمتها تشوش على الصواريخ ومع ذلك تم إسقاطها بصاروخ إيران سأعود للحديث معك لأنه بالأشهر الماضية حتى التاريخ القريب هذا الخليج شهد مواجهات واضحة والرسائل الإيرانية كانت قد وصلت إلى الأمريكي ولكن الآن الإدارة الأمريكية دكتور نبيل خوري بمعنى أنك تتواجد بواشنطن وأنت الدبلوماسي السابق الذي تفهم يمكن عقلية الآن الإدارة لترامبية بكيفية مقاربتها للموضوع المواجهة مع إيران هذه اللهجة كيف تفهم من قبلهم من أي أرضية أيضا تنطلق أو ينطلق ترامب بهذا التصعيد والتهديد وهو يقال الرئيس المرتبك على عدة أصعيدة داخليا وخارجيا بدءا من عجزه بمعالجة جائحة كورونا وكيفية مقاربته لهذا الملف انهيار أسعار النفط الصخري وكذلك أفلس شركات كبرى وصولا إلى أعداد وطوابير بيئة الملايين أكثر من 26 مليون نتحدث بمعدل البطالة يعني من الظواهر التي عتدنا عليها لممارسات دونالد ترامب هي أن هناك فرق ما بين الأوامر التي تصدر رسميا لجهات معينة في الإدارة ومنها الجهات العسكرية وما يصدر منه على التويتر أو تصريحات للتلفزيون عابرة وهو في طريقه إلى الطائرة شيء من هذا النوع الآن التهديد الذي صدر عنه صدر على التويتر وسئل عنه من قبل صحفي وكرر هذا التهديد ولكن وحسب نيويورك تايمز هذا الصباح البنتاجون لم يستلم أوامر جديدة من دونالد ترامب فلذلك بالنسبة للبنتاجون الإجراءات المعهودة قواعد الاشتباك يعني هي المعهودة وهي المستدامة بمعنى أنه إذا اقتربت زوارق حربية أو طائرات من سفن حربية أمريكية الرد الأوتوماتيكي الأول هو انذار صوتي إذا الانذار الصوتي لم يردع الفريق الآخر يكون هناك انذار بإطلاق النار ولكن ليس على الهدف مباشرة يعني كانذار وثالث مرحلة إذا لم يرتدع بعد هتين المرحلتين يكون الرد الفعلي بإطلاق النار مباشرة على الآلية التي تقترب من السفن الأمريكية هذا لم يتغير وهذا موجود منذ فترة فما يقوله دونالد ترامب على التويتر وفي الإعلام هو للاستهلاك الإعلامي ولقاعدته الانتخابية ونحن نقترب اليوم من بدء الحملة الرسمية ما بينه وبين بايدن للرئاسة الأمريكية ولذلك فمجمل تصريحاتهم يجب أن تأخذ بهذا المعنى وليس بمعنى العلاقات الدولية نفسها التي لها اعتبارات أخرى ولكن دكتور نبيل خوري بالمقابل يقال أنه ممكن أن يذهب إلى خيار التصعيد لتحقيق عدة مكتسبات سأطرح عليك المكتسبات أو المصالح الثلاثة التي يقال أنه ممكن أن يأخذها ترامب أولا أن يقوم بحرب خاطفة محدودة لإضعاف هذه القوة الإيرانية تكون أكثر صرامة كما حدث يقول أو بعض المحللين ما بعد الحرب العراقية أو بعد عدوان 1991 ستؤدي هذه الحرب كذلك بلا شك إلى ارتفاع سعار النفط في ظل هذه الحرب القائمة وضربة الكبيرة بصميم الاقتصاد الأمريكي ما دون الدولار سعر البرميل النفط الصخري أيضا من المحتمل من يدفع تكلفة هذه الحرب لن تدفعها أمريكا بل الحليف الخليجي هل واردة هذه السيناريوهات أو هذه الإنجازات والنتائج بفكر ترامب لأنه إذا قلت أن البنتاجون حتى الآن لم تصدر لديه أي أوامر جديدة له ولكن قبل أسبوع أيضا اتهم البنتاجون طهران بتنفيذ أعمال استفزازية وصفها بالخطيرة ما زلت أعتقد أن دونالد ترامب لا يريد حربا واسعة لأنها ستكون منهكة بشكل عام للاقتصاد حتى لو دفعت دول الخليج ثمنها وستكون منهكة للشعب الأمريكي الذي هو حاليا يعاني الإنهاك من انتشار فيروس الكورونا ولكن يريد دائما أن يظهر بلهجة قوية وأنه قائد وأنه سيقول أنه سيرد بالفعل على أي تحرشات الواقع أنه تحرشات بمعنى أبضايات باللبناني أن تقترب سفينة من سفينة أخرى هذا يقوم مثلا الروس والصين يقومون بتحليق طائرات حربية فوق السفن الأمريكية الحربية بشكل منتظم ولا يرد على ذلك لأنه يعتبر أن هذه بهورات وليست بالفعل تهديدا لأمن هذه السفن ولكن هناك قرار عسكري قد يأخذ بدون استشارة البيت الأبيض إذا شعر قبطان سفينة معينة أنه بفعل سفينته مهددة بالضرب وليس فقط بالتحرش لذلك يعني هو يذكر الشعب وقاعدته الانتخابية بأنه أعطى الأمر للبحرية بأن ترد ولكن الفعل هذا الأمر معطى من زمان وليس للتحرشات فقط للشعور بأنه بالفعل هجوما ما يحضر يعني تبقى تهديدات ترامب ضمن كما قلت الحملة أو التصعيد الإعلامي ولن يذهب إلى الخيار العسكري بتطبيق ميداني لأنه غير قادر خصوصاً ونحن نتحدث عن مصير أيضاً مهم ينتظره ما قبل نهاية العام بنوفمبر المقبل والانتخابات الجارية حتى كيفية تعطيه مع جائحة كورونا ستؤثر على كيفية الاستطلاعات الرأي التي تتحدث اليوم إن كان سيتقدم أو بايدن منافسه الذي سوف يكون الرابح ولكن قلنا سنعود بالتاريخ قليلاً أستاذ أنيس بظل هذا الصراع المحتدم وأيضاً تصعيد المستمر مرتين يمكن الأمريكيون تحرشوا واعتادوا عسكرياً على الإيرانيين الأول عندما اخترقتهم طائرة جلوبيل هوك بطائرة استطلاعية جرى إسقاطها فوراً أيضاً بالمرة الثانية هذه الطائرة المسيرة التي استهدفت وغتالت الشهيد سليماني وكذلك أبو مهدي المهندس الرد كان واضحاً ساعة إذن باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية الحرير وعين الأسد بمرمى الصواريخ الإيرانية اليوم هذا أو هدان الخطان اللذان تعتمدهما إيران الخط الأول التحدي والمواجهة أو الخط الثاني هي الدبلوماسية التعاطي كدولة يعني استدعاء السفير السويسري وإعلان رسالة شديدة اللهجة كيف يمكن أن نفهم هذه اللغة الإيرانية أو هذا التعاطي عبر هذين أو تقسيم المهام عبر هذين الخطين هناك تجارب قبل ذلك أثبتت للولايات المتحدة والبريطانيا أيضاً على أن إيران لا تخشى المواجهة معهم بل أحياناً كانت المبادرة من طرفها للمواجهة أعطيك مثلين كان البريطانيين بعد أن أصبحت حرب العراق واستولوا على العراق هم والولايات المتحدة يعني أسياد الخليج يعتقدون أن المنطقة قد سقطت فكان يوقف الظوارق التجارية الإيرانية التي يسموها في دبي الفلوكات الخشب الكبيرة فيأخذ البحارة الإيرانيين ويستجوبوهم ويحاولوا أن يجندوهم يعني يطلبوا منهم العمل تجسس بإيران فجاءوا إلى إيران وأخبروهم أنهم يقفون بالبحر ويطلبوا مننا ويضغطوا علينا فكان فيه زوارق دورية لقوات خاصة بريطانية تخرج من ميناء أو مقصر وتأتي إلى شط العرب وهذه المناطق في يوم من الأيام دخل الحرس السوري خارج المياه يعني هذا المنطقة بين العراق وإيران أمتار ما تحتاج إلى مسافات كبيرة ولكن اعتقل الزوارق البريطانية وجاء بالبحارة وبعد مفاوضات وتعهد من بريطانيا أن لا تكرر بعد ذلك الاعتداء على البواخر التجارية الإيرانية والاقتراب من الإيرانيين لتجنيدهم أطلق صراحهم مرة أخرى كان فيه هناك عمليات استفزاز استطلاعية استخباراتية من قبل الأمريكان في دورية كانت تطلع من المارينز يوميا ما بين قطر والبحرين بحرين قطر قطر بحرين هذه مهمتهم كانت زوارق يطلعوا كل يوم وهذه الزوارق صحيح زودياك ولكنها لا تخطئ الطريق لأنه موجهة أيضا بالجي بي اس ولديها تجهيزات جيدة وعندما تكون الدورية يومية يعني ليست مهمة عابرة لأول مرة يوميا في هذه الدورية فجأة وجدوا نفسهم بالمياه الإقليمية الإيرانية بعيدين عن الطريق المعتاد للذهاب إلى البحرين ما الذي حصل هم جذبوهم إلى مياه الإقليمية بطرق إلكترونية صحبوهم وشفطوهم المبئول بالعامة واعتقلوهم وصوروهم وأزلوهم ثم أرسلوهم إلى الولايات المتحدة بعد أيضا مفاوضات بأن ممنوع عليكم أن تتحرشوا أو تتجسسوا أو تقوموا بهذه المهمات فإذا البحرية الأمريكية تعرف وعندما تقوم إيران بمناورات بحرية وإطلاق صواريخ بالخليج كل سنة في عندهم مناورتين تقريبا حد أدنى لأنهم ما بيقدروا يجربوا أسلحتهم إلا بالمناورات هم لا يأخذون حروب عادة أمريكا بتجرب أسلحتها بالشعوب بالعالم هن ما عندهم حروب يجربونها بالمناورات فبالمناورات المناورات تراقب تصور بالأقمار الصناعية مثلما صاروخ بيفشل تعلن أمريكا أن صاروخ إيران يفشل ولما بينجح اليوم أعلنوا أنه نجح الصواريخ التي تطلق ومدواها وكوادراتها التفجيرية كانت تصور وتعرف فبيعرفوا هني مدى مثلما أنا تقولت أنه شفت مناورة هني شايفينها بصورينها وبيعرفوا قدرتهم على التدمير وقدرتهم على المواجهة وإيران تصنع بواخرة ووارجها الحربية يعني اليوم إيران بالصناعات الحربية تصنع غواصات تصنع بوارج تصنع مدمرات التي لم يصنع حتى الآن هي حاملات الطائرات وتجهز بكافة أنواع الأسلحة والرادرات والاتصالات رغم الحصار المطبق عليها وأنا أعرف مدى صعوبة الحصول على الأشياء التكنولوجية ولكن يحصلون عليها مجال اليوم إطلاق القمر الصناعي الذي سيفتح لنا الكثير من المجال عن ما هي الرسائل ماذا تقول إيران بهذا الوقت الصعب خصوصا أيضا في ظل ما كان يسمى بمقاومة وانشغال إيراني بحماية شعبها من جايحة كورونا إذن مشاهدين الكرام اليوم كان هناك الحدث وتداعيات هذا الحدث عن إطلاق القمر الصناعي الإيراني الذي استفز الولايات المتحدة وهذا ما بدى واضحا بكلام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إنه يجب محاسبة إيران على عملية الإطلاق التي نفذها الحرس الثوري بومبيو أرفق كلامه بدعوة مجلس الأمن إلى النظر في عملية الإطلاق مشيرا إلى أنه على إيران تحمل المسئولية على تنفيذها وعلى الرغم من كون إطلاق إيران لقمرها الاصطناعي نور يندرج في إطار مفاهيم السيادة ولا يتناقض مع التزاماتها الدولية إلا أن بومبيو اختار مهاجمة طهران بوقت بدى متواطئا مع تل أبيب رغم كونها تخالف القرارات والمواثيق الدولية إذ اعتبر بومبيو أن نضم أجزاء من الضفة الغربية يعود في نهاية المطاف لإسرائيل ولا يمكن فصط الموقف الأمريكي هذا عن سياسة الكيل بمكالين التي تنتهجها واشنطن بحق الكثير من دول وشعوب العالم وهذه السياسة ازدادت عن جهية مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وصولا إلى حد القيام بتكريس احتلال الجولان واعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي وهو يقدم الضفة الغربية إلى الإسرائيليين على قاعدة إعطاء ما لا يملك إلى من لا يستحق حول هذه الازدواجية سوف نخض التفاصيل معك دكتور نبيل وكذلك أستاذ أنيس ولكن قبل ذلك سأطرح عليك السؤال من ناحية كيفية تلقي الأمريكي والإسرائيلي لخبر إطلاق هذا الصاروخ ترامب علق قال نتابع عن كثب شديد أما بومبيو وكلنا نتذكر ترامب تغريدتها الساخرة بنهاية شباط فبراير عند فشل المحاولة الإيرانية بإطلاق هذا قمر صناعي مشابه أما وزير الخارجية مايك بومبيو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحاسب إيران على إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء هل هذا الإنجاز فاجأ الاستخبارات الأمريكية والإسرائية التي تؤكد ليلا نهارا وجهارا بأنها تراقب جميع التحركات في إيران وما هي الرسائل التي وصلتها من دولة محاصرة عقوبات مستمرة حتى في ظل وضع إنساني صعب مثل شائحة كورونا رفضت مد يد العون أمريكا للشعب الإيراني أظن أنه بالفعل هذه التطورات مراقبة من قبل المخابرات الأمريكية ومن قبل المحللين والباحثين الذين يتابعون الشؤون العسكرية وإمكانية إيران بإطلاق يعني صاروخ يستطيع أن يوصل القمر الاصطناعي إلى الأجواء ما فوق الأجواء الطيران العادية إلى الفضاء يعني تحسن ملموس في القدرات التقنية لإيران الآن ليس هناك تهديد مباشر بعملية من هذا النوع سوى أنه الاستعمالات العسكرية الممكنة أولا الاستعمالات المخابرتية المعلوماتية قمر الصناعي يستطيع أن يرصد تحركات على الأرض وينقلها إلى وزارة الدفاع ثانيا الصاروخ الذي يستطيع أن يوصل هذا القمر الصناعي إلى الفضاء هو تقريبا نفس الصاروخ الذي يمكن أن يطور لاستعماله كصاروخ بلستي عابر للقارات يعني نفس التقنية موجودة والذي يستطيع أن يرفع القمر الاصطناعي لهذا العلو ويضعه في مدار محدد يستطيع أن يصنع صواريخ بلستية ولكن المهم قدرتها على حمل رؤوس نووية وهنا نقطة الفصل بالنسبة للأجهزة الدفاعية الأجهزة العسكرية الأمريكية الخط الأحمر هو العودة إلى تنمية برنامج نووي في إيران وتطوير صواريخ التي تستطيع أن تحمل رؤوس نووية هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة لأمريكا أما ما فعلت به بإطلاق هذا الصاروخ وهذا القمر الصناعي لحد اليوم فعمليا لا يشكل تهديد مباشر لأمريكا وبالتالي لا يضطر أمريكا إلى الرد بطريقة ولكن دكتور نبيل هذا يطرحنا للتساؤل لماذا قال بومبيو إذا كان لا يشكل هذا الخطر أو هذا التحدي بإطلاق هذا القمر الصناعي في مجال يمكن حرب الفضاء أنه ستحاسب أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية إيران على إطلاق هذا الصاروخ من سيحاسب منه على أي أسس لأنه حتى المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بإيران عباس كاتخدائي يقول بتغريدة له الليلة على تويتر ادعاء السلطات الأمريكية والأوروبية بخصوص قمر نور يفتقر حتى للوجهة القانونية يعني انسي تبرير أقوال من هذا النوع بقانون دولي وبما هو حق وغير حق هذا كله لا يدخل في حسابات بومبيو ولا ترامب عندما يصرحه فبومبيو هو الصوت الرسمي لسيده يعني يكرر كل ما يقوله دونالد ترامب وأحيانا يضعها بطرق أقوى بلهجة أقوى ولكن بالنهاية ليست هناك تعليمات لرد أمريكي عسكري على هذا الإطلاق ولا أعتقد أنه سيكون هناك رد عسكري لأنه أي رد عسكري أي إطلاق نار مباشر في هذه الظروف قد يتدحرج إلى حرب مفتوحة بين الطرفين وطرفين يعرفان ذلك فلذلك أعتقد حتى اللهجة القوية لبومبيو لا تعني أنه هناك عمليا نتائج لهذا الكلام سوى التهديد وسوى الفائدة الانتخابية محبا هل توافق أستاذ أنيس هذه المقاربة التي طرحها دكتور نبيل الخوري أن النقطة الفاصلة أو الخط الأحمر بالنسبة للأمريكي حمل هكذا صواريخ لرؤوسنا المووية ولكن نحن نتحدث عن بلد محاصر عقوبات مستمرة تهديدات أمريكية جائحة كورونا في إرادة تصميم لتطوير القدرات الاستراتيجية والدفاعية وصولا إلى تكنولوجيا إيرانية خالصة بغزوء الفضاء ما دلالات اليوم هذا الإنجاز المهم وما هي الهواجس التي تؤرق الإسرائيلي والأمريكي أولا من الناحية العلمية عندما ندخل في عالم الفضاء بهذا المستوى فهذه أمور مركبة من عدة علوم يعني أولا فيها علم الصواريخ الباليستية البعيدة المدى لأنه كما تفضل دكتورنا موافع تماما أنه اللي بيقدر يطلع صاروخ على الفضاء وبحط أمر صناعي بمدار معين يعني ما عم بيرمشي بالفضاء هذا إله مدار معين فهو قادر على تحكم بصاروخ لا حتى يعني يكون عابر للقارات لأن صواريخ العابر للقارات تضطر أن تخرج إلى الفضاء الخارجي ثم تعود إلى هذا اعترف فيها توسائل إعلام إسرائيلية كلها اليوم مجمع على ذلك السؤال متى يتحول هذا الصاروخ المدني إلى صاروخ عسكر هو نصف عسكري اليوم لأن الأمر الصناعي اللي أطلق هو بمهمات عسكرية من ناحية العسكرية يمكن استطلاعية أكثر استطلاعية اتصالات واستطلاعات وهذا خطير جدا لأن اليوم الاستطلاع ينقل الصور ولكن الاتصالات تحدد ليس فقط إرسال الرسائل بل تحدد أيضا توجيه الصواريخ الباليستية المسائطة عليها بالفضاء من ما يعرف بالجي بي أس فاليوم بهذا القمر الصناعي تصبح إيران تملك شبكة الجي بي أس الخاصة فيها بأنها تستطيع أن ترسل رسائل إلى الصواريخ وإلى بواخرها في العالم إلى مناطقها بالعالم دون أن تمر بمناطق أخرى وبالتالي هذا تطور كبير في عالم الاتصالات العسكرية بإيران تطور كبير في عالم جمع المعلومات هذا الأمر لحد اليوم أنا قبل ما أجي إلى استوديو يمكن صار ماري أربع مرات فوق الأراضي الأمريكية وفوق فلسطين المحتلة ثلاث مرات يعني عم بدوروا وإخذ راحتوا بجمع المعلومات فكل أموره تسير بشكل الملائم يبقى أن الصاروخ أيضا هذا اللي تحدثنا عنه في البداية إذا أرادوا أن يطوروه بدل أن يحمل قمر صناعي يستطيع أن يحمل قدرة متفجرة قد لا تكون نووية وقد تكون نووية هل أنه هذا خط أحمر أو غير خط أحمر أنا أعتقد على أن القدرات الإيرانية اليوم في التحدي لأمريكا رغم أن إيران لا تريد أن تصنع كومبلا نووية ولا تريد أن تصنع سلاح نووي ولكن حتى لنفترض لنفترض أن غدا قالت إيران لدي كومبلا نووية ولدي صواريخ تحمل أسلحة نووية لن تستطيع أمريكا أن تفعل شيء لأنه يعني لا تمتلك لا تستطيع لأن الخيار ليس عشر خيارات هناك خيار واحد إما الدخول بالحرب أو عدم الدخول بالحرب يعني ما في ربع حرب أو نص حرب ما في نصف طريق ما فيه ما فيه يا أما أنه والله أنت تجسر خط الأحمر كما حصل مع الهند كما حصل مع الباكستان هل دخلوا بحروب معهم من أجل الإيقافة هل كوريا الشمالية اليوم عندها بتقول أنا أسلحة نووية بهددوها وبيصرقوا بيعملوا عقوبات وبيحاصروها أما خيار الحرب فهو شيء آخر خيار الحرب على إيران هو خيار قوي جدا بالنسبة للطرفين أنا ما أقول أن هذا مريح لإيران ولكنه ليس مريح أبدا للولايات المتحدة ولديهم كافة الدلائل اللي يعرفوا أن المعركة مع إيران ليست معركة منتصرة بتاتا طب الحسابات أستاذ أنيش بكل أبعادها يعني أنا أتحدث عن أبعاد القدرات العسكرية الإيرانية بالتكنولوجيا الجديدة قدرتها على المناورة الإقليمية قوات إيرانية ولكن قدرتها الإقليمية بالرد على كل التواجد الأمريكي ومصالح في العالم فعندها منظومة متكاملة وأهم شيء في شعبها في الداخل الجيش والحرس والبسيج في كل الدراسات الأمريكية بقول هذا دولة لا يمكن أن ننتظر عليها عسكريا هو العراق اللي ما كان عنده هذا الإمكانيات وبعده أنا هلأ ما طلعوا منه أفغانستان ما أدري أن يطلعوا منها سبتت على أن المقاومات هذه هي المرتكزات التي تعول عليها طهران الأمن القوم الإيراني منظومة العقيدة العسكرية الإيرانية اللي بيقرأها جيدا والأوروبيين بيقرأوها لأنه ما فيها سر قدرة يعطيك مسأل عملي الأخ جعفري عندما أصبح قائد حرس ثوري والآن أخ سلامي استلم مكانه هذا أتى بعد 2006 ما الذي حصل في تطور الحرس ثوري والبسيج وجدوا تجربة حزب الله الذي هو ليس حرس ثوري ولكنه أقرب إلى البسيج يعني شباب متطوعين على أنهم يمكن أن ينقلوا البسيج في إيران إلى مستوى حزب الله لبنان وقسمت المحافظات الإيرانية كل محافظة بشكل مستقل باتصالاتها بصواريخها بأسلحتها بقدراتها الدفاعية بمناوراتها بالانطلاق إن كانت مناطق صحراوية أو مناطق جبلية ملايين الشباب كان في مناورها فيها ثلاث مليون بني آدم يطلعوا إلى الجبال وينتشرون بحيث أن يكون لديه قدرة الدفاع عن الوطن هذا الجيش السويسري ما وصل إليه يعني اللي بيعملوه أنه جيش شعبي بنفس الوقت يدافع في كل مناطق فإذاً هذا كلاته مرصودة عند الغرب ويعرف أن المنظومة الجيش والحرس والبسيج قادرة على أن تهزم أي هجوم على إيران ولكن لديها القدرة للمناورة بالإقليم ولديها الرد على مسافات بعيدة اليوم مع تطور الصاروخ هذا وإرسال القمر الصناعي لا أحد يجب أن يتحرش بإيران لأنها إذا اليوم لم تصنع صواريخها الحربية ذات الرؤوس التدميرية على مدوات 9000 كيلومتر و15000 كيلومتر كل العالم اليوم يعرف على أنها قادرة على هذا التصنيع بالدقة لأن هذا صاروخ دقيق جدا وضع قمر صناعي في مداره فإذاً نقادرين على أن يتحكموا فيه وأرساله إلى النقطة التي يطالبون فإذاً أنا قادر لم أفعل ولكن إذا تحديتوني أو أصبح هناك خطر أنا قادر على أن أذهب إلى هذا المدار فعلى جميع القوى المخاصمة لإيران أو المعادية لإيران أو التي يعني ليست على علاقة جيدة أن تأخذ حذرها ولا تستفز يعني الطرفان لا يريدان المواجهة دكتور نبيل المواجهة المباشرة هذه الخلاصة من كلام الأستاذ أنيس وأيضاً كلام حضرتك ولكن بالمقابل في قيمة استراتيجية مضافة من خلال هذه الإنجازات الميدانية حتى الأطر الدفاعية وكذلك وصلت إلى الهجومية من قبل الإيران وصولاً إلى التطور العلمي التكنولوجي وغزو اللفضاء هذه أليست معادلات القوة تقول تتغير لصالحنا بالنسبة لإيران فالآن ما هي خيارات الأمريكي وهنا السؤال الأكبر الذي يطرح على ترامب وإدارته بالتأكيد لن تسلم كل الأوراق يعني هي لازالت تملك مثلاً تحريك داعش اليوم يقال هذه من ضمن الخوف من الجبهات النفوذ الإقليمي الذي تمتلكه إيران فتحرك وإعادة صنع وخلق هكذا يمكن تنظيمات تصنفها هي حتى إرهابية ولكن دعمتها في بعض من الأوقات أو في كثير من الأوقات لا أدري مسألة تحريك داعش هذا موضوع آخر بالنسبة لي كما قلت من قبل يعني أولاً أوافق أستاذ أنيسا أن الطرفان لا يريدان حرب مفتوحة لأنها ستكون مدمرة ومكلفة للطرفين وللمنطقة ككل ولكن مع علم كما قلت المحللين العسكريين والمدنيين في أمريكا بكل تطورات تكنولوجية والعسكرية في إيران والاستعدادات العسكرية والتجهيزات كل هذا معلوم ولكن ليس هذا ما يردع ضربة عسكرية أمريكية يعني إذا كان فيه من سيناريوهات موجودة في البنتاجون بالنسبة لحرب ممكنة مع إيران فهي ليست على نطاق الحرب مع العراق أو حرب العراق يعني السيناريوهات الموجودة لا تطرح وجود أمريكي عسكري على الأرض الإيرانية كلها تتعلق ب قصف جوي مدمر وقصف من البحر مدمر يعني السيناريو لا نقول أن الواقع يمشي على طريقة السيناريوهات النظرية ولكن السيناريو هو إذا كانت حرب مفتوحة فستكون مثل ما حصل في أفغانستان في الشهور الأولى يعني تدمير شامل لكل المنشآت الإيرانية من الجو ومن البحر والحرب تستغرق بالنسبة لهم يعني خاطفة ومحدودة تحت هذا الشعار حرب خاطفة ومحدودة لا ليست خاطفة وليست محدودة يعني محدودة بالزمن ولكن بنتائجها غير محدودة أبدا يعني ستكون مدمرة جدا لكل المنشآت الإيرانية من شمالها إلى جنوبها فهذا يعني التحسنات التي تطرأ على القدرة العسكرية الإيرانية اليوم لا تتعلق بحرب من هذه النوع هي تتعلق بحرب بعيدة الأمد يعني إذا كانت الحرب شهر أو شهرين يكون الدمار شامل تقريبا لإيران ولكن بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات المصالح الأمريكية كلها ستتضرر في المنطقة ككل وهنا السيناريو الأهم يعني ما حصل في العراق يظهر أن النظام العراقي سقط في ثلاثة أسابيع ولكن بقي الوجود العسكري الأمريكي عشر سنوات وهنا الآثار على الأمريكيين بالنسبة لإيران سيكون الضرر أقوى وأهم بالأداء المتوسط ولذلك كان هذا التخوف يمكن لديك تعقيب على هذه النقطة أستاذ أنيز نعم هذا السيناريو أنا أوافق أنه إذا كان حدا عم بفكر وغلني بقولوه علنا أنه ما منحط أقدامنا على الأراضي الإيرانية ولكن فقط بالصواريخ وغيره وهذا صحيح بتخيلهم ولكن اليوم تطور القدرات الإيرانية بمعنى أن الصواريخ اليوم لم تعد مفتوحة المجال دون رادع اليوم شوفي بسوريا عم تبعت إسرائيل صواريخ 80% منها عم بيشكت لأن الدفاعات الجوية أصبحت قوية دفاعات الجوية ضد الصواريخ وضد الطائرات قوية جدا في إيران التشويش الإلكتروني حتى على السيطرة بالجي بي أس والسيطرة بالصواريخ البعيدة المدى وإرسال الرسائل من الأقمار الصناعية ما بسموه الجامر الجامر هذا اللي بيعمل تشويش إلكتروني موجودة في إيران وأنا أعرف على أنه محطة محطة زبزبي زبزبي من أي ما يرسل من الأقمار الصناعية يريدوا أن يقفها الإيرانيين أعرف أنه بيقدروا يواجهوا وبتأكد الأمريكي يحسب إذا هذا ما حصل بسوريا والعراق ما بالك إذا حصل على الأرض الإيرانية ولكن نسبة كبيرة لن تكون مثل العراق أنه 70% من صواريخنا بتصيب لحيكون 70% من صواريخنا تتفجر قبل أن تصل أو تقع في البحار أو في الصحاري وبالتالي قدرات التقنية هذا اللي عم بقوله أنا بالفضاء اليوم السيطرة بالفضاء السيطرة بالاتصالات القدرة على محاكاة الفضاء بهذه الاتصالات البعيدة المدى الحرب الإلكترونية مع الطائرات المسيرة الأمريكية هذا يثبت على أنه فيه قاعدة عين الأسد أول طائرة أسقطت في إيران كانت طالعة من أزربيجان وأسقطوها بشكل سليم ما صدقوا الأمريكان أنه بيقدروا يسيطروا على الطائرة وعلى مخ الطائرة ويعطوها تعليمات من عندهم تقصد بكلوبال هوك نعم ويقطعوا الإرسال عنها وينزلوها بمطار إيراني والأمريكان يقولوا ما في طيارة وقعت ما في طيارة الدم حتى تصورونهم سحي يعني أيضا هذا التحفظ ليس كان من قبل واشنطن المتضرر الأكبر تل أبيب وهذا ما سنتعمق به أكثر بعد الفاصل اسمح لي أستاذ أنيس وكذلك دكتور نبيل ومشاهدين الكرام النذب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لاستكمال المسائية لا تذهبوا بعيدا لو سمحتم من جديد أهلا بكم في المسائية في جزئة الثانية نجدد ترحيب أستاذ أنيس النقاش وكذلك الدكتور نبيل خوري ولكن سنذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن الموقف الإسرائيلي تحديدا من إعلان إيران نجاحها في إطلاق قمر استناعي عسكري إلى الفضاء حيث ردت عليه الخارجية الإسرائيلية ببيان إدانة وتحريض فيما تطرق مراقبون إلى علاقة إطلاق القمر الاستناعي بالصراع الدائر بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل التفاصيل مع منال إسماعيل باهتمام وترقب تابع في إسرائيل إعلان إيران نجاحها للمرة الأولى في إطلاق قمر استناعي عسكري إلى الفضاء باسم نور القلق الإسرائيلي من نجاح المحاولة الإيرانية عبر عنه بوضوح البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الإسرائيلية والذي تضمن إدانة إسرائيلية لما وصفته الخارجية بالغطاء لمواصلة إيران تطوير تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة العابرة للقارات والقادرة على حمل رؤوس نووية كما تضمن تحريضا ضد إيران عبر دعوة المجتمع الدولي إلى فرض المزيد من العقوبات على الجمهورية الإسلامية المعلقون الإسرائيليون الذين شككوا في البداية في الكلام الإيراني بذريعة أنه لم يتم العثور على أقمار استناعية جديدة مدارية عدوا أقروا بنجاح عملية الإطلاق الإيرانية بتأكيدهم أن قبر المراقبة نور قد دخل إلى المدار وفي إطار قراءة أبعاد نجاح إيران في هذا المجال قال محللون أن إطلاق القمر الاصطناعي الإيراني يمثل رسالة تحدي أخرى مقابل الولايات المتحدة التي ترى في برنامج الفضاء الإيراني جزءا من برنامج الصواريخ الباليستية الذي يتضمن محاولة لفحص قدرات الصواريخ التي تطورها تهران وفيما رأى مراقبون أن الأمر يتعلق بتصعيد إضافي في التوتر بين واشنطن وتهران بعد أن قامت في الأسبوع الماضي زوارق إيرانية بمناورة أمام سفن تابعة للأسطول الأمريكي في الخليج أشار آخرون إلى أن نجاح هذا القمر الاصطناعي في مهمته يعد إنجازا مهما يشير إلى أن إيران مستعدة لتحمل المخاطر مقابل الولايات المتحدة وإسرائيل دكتور نبيل يمكن نفهم هذا القلق الإسرائيلي خصوصا مثلا المراسل العسكري بقناة الثالثة عشر أور هيلر يقول أن من يستطيع وضع قمر بالفضاء يعني أنه يستطيع إطلاق الصواريخ العابرة للقرات وهذا ما ذكره قبل الفاصل أستاذ أنيس وكذلك ليس الخوف من القدرة الاستخباراتية التجسسية التي تمتلكها إيران بل بزيادة قدرة هذا المدى للصواريخ الإيرانية ولكن بالمقابل هذا القلق الإسرائيلي كذلك هناك تحفظ ازدواجية المعايير التي تعاملت معه أمريكا هل هو مفهوم من قبل يمكن دولة مثل واشنطن دعمت بالفترة الأخيرة أعطت حتى أراضي لا تستمتلك أي حق بأن تهديها إلى الكيان الإسرائيلي من القدس إلى الجولان وصولا الآن إلى الموافقة على قرار ضم الأراضي الفلسطينية باللاضفة هكذا يمكن نظرة لداخل الأمريكي كيفية مقاربته للعلاقة الدولية هي علاقة قائمة على أسس تاريخية بالنسبة للمؤسسات العميقة أم هي يمكن مقاربة طارئة لإدارة ترامب كما ذكرت من قبل مسألة القوانين ومسألة الإزدواجية وهذه أمور لا تطرق لإدارة ترامب يعني ترامب يكذب كل يوم إلى الشعب الأمريكي عبر المؤتمرات الصحفية عن الكورونا ويقول شيء من منبر البيت الأبيض لأنه حواليه العلماء والأطباء وتاني يوم يقول الشيء المضاد عبر التويتر ولا مانع عنده يعني إلى اليوم يقول أنه إمكانية فحص طبي لمن لديه المرض الكورونا متوفرة بأمريكا بشكل لم يكن متوفرا لأحد وهذا كذب واضح والكل يعرف ذلك لذلك الإزدواجية في المعايير أنه إسرائيل مسموح لها ما غير مسموح لإيران هذه بسيطة يعني المقياس بالنسبة للإدارة الأمريكية بهذه الإدارة دونالد ترامب هي أنه إسرائيل هي الحليف الأساسي لأمريكا في المنطقة إسرائيل تشعر بتهديد وجودي من إيران وأي تحسين تقني كان عسكري مباشر أو غير مباشر في إيران تعتبره إسرائيل تهديدا لها يعني حقاً أم باطلاً هكذا تنظر إليه وبما أنه هذا الحليف المهم ينظر إلى المسألة هكذا فأمريكا تنظر بنفس المنظار الآن بين النظرة وبين التعاطف وبين المنطقة الذي يستعمل في التصريحات شيء والفعل شيء آخر يعني إسرائيل من أيام أوباما من 2010 وهي تقول إيران تهددنا والبرنامج النووي تقريباً منتهي إلى آخره وأمريكا لا تتحرك لأنها لا ترى تهديداً مباشراً أولاً لإسرائيل وأهم من ذلك لا تهديد مباشر لأمريكا الأمن الأمريكي لا يتأثر يعني قد يتأثر الوجود العسكري في المنطقة ولكن الأمن الأمريكي لا يتأثر يعني لا يمكن فصل الموقف الأمريكي بسياسة الكيلة بمكالين هي بطبيعة الحال متجذرة كما قلت ولكن ازدادت كما يقال عن جهية مع وصول ترامب أستاذ أنيس ما الذي يؤرق الإسرائيلي من خلال هذه التطورات المتراكمة بالنسبة للإيراني يعني أنا أستغرب لماذا الإسرائيلي قالك لأنه هذا لا يعني يعني قصف إسرائيل لا يحتاج إذا هذا النوع من الصواريخ العابر للقارات كما تفضلت أقل من ذلك أقل من ذلك ألاف الصواريخ الشهاب تصل إلى الكيان الصهيوني ما يجب أن يقلقه أكثر 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 من شهاب حتى صواريخ حزب الله في لبنان التي ما قال عنها سيد لدينا منها ما يعني ما عارفين وين بنحطها وأصبحت دقيقة جدا وقدرتها التدميرية بالخمسمائة كيلو متفجرات ودقتها بالإصابة تيلرنس طبعها 3 مطار يعني بالمسافة على مسافات بعيدة ولكن الحقيقي بالموضوع هو إثبات إيران لقدراتها التكنولوجية من يجب أن يخاف اليوم من هذه التطورات في بعض الصواريخ في الولايات المتحدة وأوروبا لأن هذا عابر للقارات وبعيد المدى إذا استخدمها أسكرية وما يجب أن يقلق إسرائيل هو على أن إيران اليوم لديها قدرة الحصول الحصول على صور الأكمار الصناعية وعلى إرسال الرسائل التي تريدها والتوجيات التي تريدها عن طريق الأكمار الصناعية وبالتالي هذا كل ما علاقة بالتشويش وغير التشويش غير وارد على الأرض وهذه قدرة التحكم تكنولوجية عالية لم يكن مفاجئة بشكل سريع إزدواجية المعايير التي اعتمدتها واشنطن أنا أمان الناس اللي ما عادوا يحكم بإزدواج جاوي أنا أعتبر الولايات المتحدة دولة خارج القانون يعني لا بتعترف باتفاق دولي بتمزق الاتفاقيات ما بتحترف من أهم المتحدة وبالتالي السؤال دائما معايير وغير معايير ما بفي يعني بلد فلتاني مثل ما بقوله بقرة فلتاني وعما تصرف على ويجب أن نستعد على أنها هكذا ولذلك الحساب مع الولايات المتحدة ليس حساب قانوني هو حساب القدرة والقوة شكرا جزيلا لك أستاذ أنيس النقاش منسق شبكة أمان البحوثة والدراسات الاستراتيجية كنت معنا في الستيديو هنا وشكر موصول لك دكتور نبيل خوري أدبلوماسي سابق كنت معنا من واشنطن وإلى هنا نصل إلى ختام المسائية شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة